معنا من مدريد أستاذة العلاقات الدولية بجامعة لروخة الدولية أنا سواج سيدة أنا مرحبا بك معنا سانشيز يدعو إسرائيل لوضع حد للقتل الأعمى للفلسطينيين كيف نفهم هذا التصريح الذي يعتبر أشد وقعا من نظراءه في الدول الغربية هل هو لضغوط مجتمعية ضغوط للإسبان أم هناك قناعة بالفعل لدى حكومة سانشيز بضرورة اتخاذ هذا الموقف موقف الحكومة الإسبانية هو استمرار للموقف التاريخي لإسبانيا في ما يخص هذه القضية وسبب إقدام بيدرو سانشيز على هذا التصريح هو أنه لدينا حكومة وفي الأسباع القليلة الماضية لم يكن قد عين رسميا رئيسا للوزراء ولذلك كما تعلمون كان هناك نتائج غير حاسمة وبالتالي كان ينتظر أن يصوت عليه رسميا قبل الحكومة الآن صار رئيسا وزراء رسميا وفي القريب المنظور سيكرر هذا الموقف ويريد الإبداء عن الموقف الإسباني الذي يتماشى مع القانون الدولي مع حل الدولتين وضد الاحتلال وكذلك ضد مفعلته إسرائيل كما قلت سيدان هذا موقف تقليدي لإسبانيا حل الدولتين وإنهاء الاحتلال ولكن ماذا سيستتبع هذا الموقف الجميع يتحدث عن الذهاب إلى مرحلة أخرى غير الإدانة هل نتوقع أي إجراءات عملية على أرض الواقع للضغط على إسرائيل لوقف هذا الاستهداف المدنيين بالصراحة لا أعتقد أن موقف إسبانيا سيتقدم أكثر عدى عن الجهود الدبلوماسية في نهاية المطاف نحن عدو في حلف شمال الأطلسي الناتو وإسبانيا تريد إبقاء العلاقات أيضا مع إسرائيل لأنها جزء من المجتمع الدولي ولذلك هناك توترات وكانت قد وقعت توترات في السابق لكنني لا أعتقد أن الموقف الإسباني سيكون أكثر من الإدانة ولكن سانشيز تعهد بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيدة أنا ما الخطوات المقبلة التي سيقدم عليها سانشيز من أجل تحقيق هذا الغرض برعيك سيثير هذه القضية في الاتحاد الأوروبي وكذلك سيحاول الضغط على المجتمع الدولي ليكون هناك ضغط جماعي على إسرائيل لأنه يجب وقف ما يحدث في غزة لذلك أفترض أن إسبانيا ستقوم بمخاطبة النظر الأوروبيين لأنها تعتقد أنها كدولة ليس لها ذلك الثقل الكبير لذلك عليها الاستعانة بالاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي مواقفه يعني ليست على قلب رجل واحد نتحدث عن فرنسا أعلنت موقف مشابه للموقف الإسباني لكن ألمانيا ربما تقف على طرفي نقيض وذلك من أجل الدفاع عن إسرائيل وما إلى ذلك هل نعتقد أن هذه المهمة الدبلوماسية ستكون سهلة داخل الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه حتى بنسبة للدول التي كانت متحيزة لإسرائيل عليها أن تغير رد فعلها في الوقت الحالي الكثيرون أصبوا بالهلع والصدمة من جراء ما يحدث في غزة ولذلك أعتقد أنه يتحتم على الجميع أن يغير رده نرى هذه الصور التي تعرضونها وهذه هي الحرب التي نشاهدها على شاشة التلفزيون وهي تفتر القلب أعتقد أن القادة الأوروبيين بدأوا يغيرون مواقفهم وأصبحوا يدينون أكثر إسرائيل وذلك ردا على تلك الانطباعات داخل شعوبهم حتى لو كان موقف موحد من الدول الأوروبية هل تعتقدين بأن إسرائيل ستستجيب لهذه الضغوط الغربية أم لا؟ هي ماضية في حملتها العسكرية طالما أن هناك دعم أمريكي وضوء أمريكي واضح نعم هناك للأسف دعم أمريكي لإسرائيل وسيتواصل ولذلك نقول إنه يجب تشجيع إسرائيل على التفاوض والعودة إلى اتفاقات أسلو الذي لم يثمر أي شيء ولكن هذا بسبب عدم ممارسة ضغط أمريكا على إسرائيل دون ضغط ستواصل إسرائيل تسرفاتها طيب البعض يقول بأن عدم ضغط الدول الغربية على إسرائيل وقف تصعيدها ضد المدنيين هذا يجعل الدول الغربية وكأنها شريكة مع الجانب الإسرائيلي فيما ترتكبه من انتهاكات للقانون الدولي هل نتوقع أن يكون هناك أي إجراءات عقبية اقتصادية ضد إسرائيل أم أن هذه المرحلة لا يجب التكاهم بها أساسا؟ على المستوى الشعبي هناك هذه الاتهامات الشعبية التي تفيد بأننا لا نبدل ما يكفي وأن الحكومات لا تمثل مشاعر الشعب ولكن للأسف الشديد كنت أتمنى ليكون الأمر مختلفا لكنني بصراحة لا أتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في الموقف الغربي والأوروبي أنا سواج أستاذة العلاقات الدولية بجامعة لارخة كنت معنا من مدريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر